بيبدأ في المينة في إيطاليا مع فرانشيسكا وهي بتسحى من نمها على خبر وفاة جزها باسيني وفي نفس اللحظة بيوصل الخبر لمحامي جزها اللي بيروح بعدها على طول وبيقابل فرانشيسكا وبياخدها في عربيته علشان يروحوا مكان الحدثة اللي مات فيها باسيني جزها وأول ما بيوصلوا هناك علشان يشوفوا جزة باسيني بتشوف فرانشيسكا عربية جزها وهي مقلوبة وساعتها بيقول لهم الزابط إن كل الجزس اتنقلت للمشرحة وبعدها بننتقل للمشرحة وبنشوف فرانشيسكا وهي حزينة وبتكون خايفة إنها تشوف جزة جزها لكنها بتدخل مع سيزار محامي جزها اللي بيكون معيها ومش بيسبها لحد ما بتتأكد فرانشيسكا إن جزها ميت فعلا وسبها لوحدها هي وبنتها وساعتها بتتدايق فرانشيسكا وبتكون حزينة جدا وبييجي تاني يوم وبننتقل لمراسم الدفنة بتاعة باسيني جز فرانشيسكا وبعد الدفنة بنشوف فرانشيسكا مع والدها اللي بيطلب منها هترجع معاه هي وبنتها على المدينة بتاعتهم لكن فرانشيسكا بترفض إنها هترجع مع باباها وبتقوله إن كل أصحابها والناس اللي بيحبوها موجودين في المدينة اللي هي فيها وكمان بنتها متعلقة بالمكان ومش هتقدر تسيبه وساعتها بيقول لها والدها إنه كده كده مش قلقان عليها لأنه عارف إن صاروة جزها كبيرة جدا وهتأمن مستقبلها هي وبنتها وبعدها بيودعها والدها وبيسيبها علشان يرجع على بلده وبييجي تاني يوم وبننتقل لفرانشيسكا وبنشوفها وهي في المكتب بتاع سيزار محامي جزها وساعتها فرانشيسكا بتسأله عن الصاروة اللي جزها سابها لها وبتكون عاوزة تعرف هم كان بالظبط لكن ساعتها سيزار بيفجئها وبيقول لفرانشيسكا إن جزها قبل ما يموت كان عليه ديون كتير جدا للبنوك لأنه آخر فترة في حياته خسر كل فلوسه وكان بيستلف من البنوك علشان يلحق ينقذ شركته وساعتها بتسأله فرانشيسكا عن التأمين اللي على حياة جزها وبتقوله إنه ممكن يغطي الديون بتاعة البنك لكن سيزار بيفجئها تاني وبيقول لها إن جزها لغى التأمين على حياته قبل ما يموت بربع شهور لأنه كان محتاج كل قرش بيصرفه وساعتها بتقوله فرانشيسكا وهي متضايقة إنها تضطر تبيع الياخت بتاعهم وكمان البيت بتاع المصيف علشان تقدر تسدد ديون جزها وتربي بنتها في نفس المستوى لكن سيزار بيقول لها إنها حتى لو بيعت كل ممتلكتها مش هتكفي الديون اللي على جزها للبنوك وبيقول لها سيزار إن حتى البيت اللي هم عايشين فيه جزها كان مأجر ومش مشتريه زي ما كان مفاهمها وبينصحها سيزار إنها تبيع كل ممتلكتها حتى عربيتها والمجوهرات بتاعتها وده علشان تسدد جزء للبنك قبل ما يحجزوا على كل ممتلكتها وبعدها بنشوف فرانشيسكا في بيتها وهي متضايقة وبتفكر إزاي هتربي بنتها وتسدد كل الديون اللي على جزها وساعتها فرانشيسكا بتطلب من الشغالة بتاعتها إنها تسيب الشغل لإنها ما بقاش عندها دخل ومش هتقدر تديها مرتبها لكن الشغالة بتقول لفرانشيسكا إنها مستحيل تسيبها لوحدها حتى لو مش هتاخد مرتبها منها وبتعرض كمان على فرانشيسكا إنها تديها كل الفلوس اللي هي محوشها من شغلها وبتقول لها إن هي ست جميلة وأكيد حد هيطلب يتجوزها قريب وهيحل لها كل مشاكلها وبييجي تاني يوم وبنشوف فرانشيسكا وهي رايحة تدور على شغل وبتروح لوحدة صاحبتها من زمان اللي بتكون مديرة في محل البيع ملابس كبير وبتقول لها كريستينا إن ممكن تشوف لها شغل في المحل لكنها مش هتكون أكتر من بيعة وساعتها بتوافق فرانشيسكا بعد ما كانت واحدة من أهم زباين المحل وبعد شوية بنشوف فرانشيسكا وهي بتتعرف على زميلها في الشغل اللي بيكونوا مستغربين جدا إن فرانشيسكا هتشتغل بيعة زيهم وبعد شوية بنشوف أقرب أصحاب لفرانشيسكا وهم دخلين محل الهدوم اللي هي بتشتغل فيه وساعتها بيشوفوا فرانشيسكا وهي بتبيع وبيكونوا مصدومين ومش مصدقين وبتسألها كارلا إزاي قبلت على نفسها إنها تبقى بيعة في محل بعد ما كانت أغنى واحدة فيهم فبتقول لهم فرانشيسكا إنها ما بتعملش حاجة غلط ولازم تشتغل علشان تقدر تربي بنتها وبتطلب من أصحابها إنهم يتعودوا على وضعها الجديد وبعد شوية بيوصل مدير فرانشيسكا وبيسلم عليها لإنه يعرف جزها من زمان لكن فجأة المدير بيتحرش بيها وبيحاول يقرب من فرانشيسكا لحد ما بتدخل عليهم صاحبتها كريستينا وبتترجى المدير يسيبها في حالها لكن ساعتها فرانشيسكا بتتدايق وبتقرر تسيب لشغله وما تكملوش من أول يوم وبييجي تاني يوم وبنشوف فرانشيسكا مع سيزار المحام وبنشوفه وهو بيشتري من فرانشيسكا الياخت بتاعها لكنه بينصب عليها وبيشتري الياخت بربع تمنه بحجة إن الياخت قديم ومحتاج لشوية مصاريف وبتصدقه فرانشيسكا وبتوافق على شيكل ادهولها وبتسيبه وبتمشي وبنشوف سيزار وهو سعيد بالياخت بتاعه الجديد بعد ما ضحك على فرانشيسكا واشتريه بربع تمنه وبعدها بنروح لبيت فرانشيسكا وبنشوفها وهي مع تاجر للتحف اللي اتفقت معي تبيع له الأساس بتاع بتها كله من أكبر حاجة عندها لأصغر حاجة وفجأة بيوصلوا أصحاب فرانشيسكا على بيتها وبيتفاجئوا إنها بتبيع عفش البيت كله واللي بيكون كله تحف وأساس غالي وبيعرضوا عليها أصحابها لو محتاجة أي مساعدة وساعتها بتقولهم فرانشيسكا إنها عاوزة تنظم مزايد كبير في بيتها علشان تبيع فيه كل المجوهرات والهدوم الغالية بتاعتها وبيعرضوها أصحابها إنهم هينظموا المزايد بنفسهم وهيبلغوا كل سكان المدينة وبييجي تاني يوم وبنشوف فرانشيسكا وهي في المزايد بتاعها وبتبيع كل ما تملك حتى هدومها وده لشان تقدر ترعى بنتها بتسدد الديون اللي على جوزها وبالرغم من كل ده بتكون فرانشيسكا سعيدة ومش متضايقة لحد ما بتوقفها واحدة من الموجودين وبتسأل فرانشيسكا عن الفستان الأسود بتاعها اللي حضرت بيه آخر حفلة في النادي وبتقول لها البنت إنها كانت حابة تشتري الفستان لكنها ملقتهش وساعتها بتقول لها فرانشيسكا إن الفستان مش موجود لأنها أساسا لابسا قدامها لكنها بتاخد البنت من إيدها وبتوعدها إنها هتقلع الفستان وتدهولها وبعدها بنشوف البنت وهي لابسة الفستان قدام البنات كلهم وبتقول لها فرانشيسكا إن الفستان هدية منها وبعدها بتاخد فرانشيسكا آخر بلته عندها وبتلبسه وبتنزل تتمشى وهي متضايقة وبتعدي الأيام وبنشوف فرانشيسكا مع بنتها على العجلة بعد ما اضطرت تبيع العربية بتاعتها وبعدها بتطلع على البيت وبتقابل الشغالة بتاعتها اللي بتكون لسه بتشتغل عند فرانشيسكا من غير فلوس وبتقول لها إن صاحب الشقة تصل بيها على التليفون وطلب الإيجار المتأخر عليهم وبييجي الليل وبنشوف فرانشيسكا وهي بتجهز علشان رايحة تقابل شخص مهم وبعدها بنشوف فرانشيسكا مع أندريا اللي بيكون نائب في مجلس الشعب وعرف فرانشيسكا عن طريق سيزار المهم وبيقول لها أندريا إنه من ساعة ما شافها في مكتب سيزار وهو مستعد يعمل أي حاجة علشانها لكن فرانشيسكا بتفكره إنه هو متجوز وكمان عنده 3 أولاد وبتقوله إنها ماينفعش تكون في علاقة مع شخص متجوز وساعتها أندريا بيوعدها إنها لو وافقت تكون معاه هيتكفل بكل مصارفها هي وبنتها وكمان هيدفع لها إيجار بيتها وهيبعت لها مصروف شهري ليها والبنتها ده غير إنه هيحل كل مشاكل الزيون اللي مع البنك وساعتها بتفرح فرانشيسكا وبتطلب من أندريا يجيب لها عربية كهدية مبدئية منه وبييجي تاني يوم وبنشوف فرانشيسكا مع صاحب الشقة بتاعتها اللي بيقول لها إنه مرضيش يتردها من الشقة لإنه عارف ظروفها بالرغم من إن الإيجار ما تدفعش بقيله 3 شهور وساعتها بتودعه فرانشيسكا وبتوعده إن الفلوس هتوصله في أقرب وقت وبيبان إن صاحب الشقة بيصبر على فرانشيسكا لإنه معجب بيها مش علشان ظروفها ولا حاجة وبيعد الوقت وبنشوف فرانشيسكا قاعدة مع شخص مهم تاني لكنه بيكون أكبر منها بكتير لكن فرانشيسكا ما بتهتمش بسنه لإن كل هدفها بيكون الفلوس وبيقدم لها عقد ألماص غالي جدا هدية وبتكون فرانشيسكا سعيدة جدا وهو بيلبسه لها لكنه فجأة بيسيب فرانشيسكا لوحدها في البيت علشان جاله تليفون مهم وساعتها بتبدأ فرانشيسكا تتمشى في بيته لحد ما بتشوف طاقم الأسنان اللي هو بيركبه وساعتها فرانشيسكا بتقرف جدا وبتكرر ترميل العقد بتاعه في طاقم الأسنان وبييجي تاني يوم وبنشوف فرانشيسكا في بيت كارلا صاحبتها لحد ما جوز كارلا بيدخل عليهم فجأة وبيطلب من كارلا مراته تساعده إنه ينزل حاجة من العربية وساعتها بتقوم كارلا علشان تلبس وبتسيب باب الدولاب بتاعها مفتوح وأول ما كارلا وجوزها بيخرجوا من القوضة بتقوم فرانشيسكا وبتشوف حاجة في دولاب صاحبتها وبتلاحظ إن كارلا شترت بلتو غالي جدا لكن ساعتها سرينة بتحكي لفرانشيسكا إن البلتو ده بتاعها أساسا وكارلا سرقته من وراها يوم المزاد لأن البلتو كان غالي جدا وبتفكر إزاي ممكن ترجعه من تاني وبييجي الليل وبنروح لبيت فرانشيسكا وبنشوفها وجوز كارلا صاحبتها معيها في البيت بعد ما فرانشيسكا اتصلت بيه وطلبت تقابله وساعتها بتقوله إن هي وحيدة جدا ومفيش أي حد جنبها وساعتها بيفهم جوز كارلا إن فرانشيسكا عاوزة تعمل معي علاقة وبعدها بتطلب منه فرانشيسكا إنه يشتري لها بلتو زي اللي كارلا مراته سرقته لكن جوز كارلا بيرفض وبيقول لها إنه غالي جدا وما يقدرش على تمنه لكن ساعتها فرانشيسكا بتهدده وبتقوله إنها هتدي له فرصة البكرة علشان يبعت لها البلتو لإما هتحكي لمراته عن كل اللي حصل بينهم وهتفضحه في البلد كلها وبييجي تاني يوم وبنشوف فرانشيسكا وهي في بيتها مع سيرينة صاحبتها وساعتها بتروح لها الشغالة وبتقول لها إن فيه طرد على الباب وبتروح فرانشيسكا علشان تشوف الطرد اللي جالها وبتكتشف إن جوز كارلا بعت لها البلتو فعلا وساعتها سيرينة بتشوف البلتو وبتستغرب إزاي فرانشيسكا جابت واحد جديد بالسرعة دي لكن فرانشيسكا بتلبس البلتو قدامها وبتقول لها إنها لازم تنزل علشان تلوح مشوار دروني وبعدها بنشوف فرانشيسكا وهي عند تاجر للفرو وبيبدأ يقيم البلتو بتاعها علشان يشتريه وفعلا بتقدر فرانشيسكا إنها تبيع البلتو بمبلغ كبير جدا وبتروح عند صاحب البيت وبتديله فلوس الإيجار المتأخر وبعدها بتروح للحضانة بتاعت بنتها وبتدفع مصاريف السنة التراسية وفي الآخر بيتبقى معيها مبلغ صغير وبتكرر تشتري عربية لنفسها وبييجي تاني يوم وبنشوف فرانشيسكا في بيتها لكن فجأة بتدخل عليها الشغيلة وبتقول لها إن كارلا صاحبتها موجودة وعاوزت قابلها وبعدها بتدخل كارلا للقوضة وبتقول لفرانشيسكا إنها عرفت بالعلاقة اللي عملتها مع جزها وده لأن جزها ما كانش عنده الفلوس الكفاية علشان يقدر يشتري البلتو اللي هي كانت عاوزة علشان كده قرر يشتريه بالتقسيط من تاجر والحصن الحظ إن التاجر يعرف كارلا شخصيا وبتقول لها كارلا إن هي اتفقت مع التاجر إنها هترجع له البلتو بتاعه وتاخد الفلوس اللي جزها دفعها لكن فرانشيسكا بتقول لها ببرود إنها باعت البلتو خلاص وإن حتى الفلوس اللي أخدتها صرفتها كلها على احتياجتها وساعتها بتتدايق كارلا أكتر وبتقول لفرانشيسكا إنها مش زكية زي ما هي فكرة وبتحكي لها إن جزها كان بيخونها قبل ما يموت وكل الناس كانت عارفة ومخبية عليها وساعتها بتتصدم فرانشيسكا وبتعرف إن جزها كان مع عشقته يوم مع عمل الحادثة ومات وبتقول لها كارلا عن اسمه ومكان العشيقة وبتفضل تتريع على فرانشيسكا وبتسيبها وبتمشي وبعدها بنشوف فرانشيسكا وهي متضايقة طول الليل وبتفكر في جزها اللي مات وصابها غرقانة في ديونه وكمان كان بيخونها مع واحدة تانية وتاني يوم بنشوف فرانشيسكا وهي سايقة عربيتها ورايحة علشان تقابل عشيقة جزها وفعلا بتقابل كاميلة بنفسها اللي بتحكي لها إنها كانت في علاقة مع باسيني جزها لمدة 3 سنين وبتحكي لها كاميلة إن باسيني كان بيزورها كل يوم تقريبا وكان دايما بيحكي لها عن فرانشيسكا وبنتهم جوليا وساعتها كاميلة بتعكسها وبتقول لها إن هي فعلا جميلة جدا علشان كده باسيني ما كانش راضي إنه يسيبها وساعتها بتتعصب فرانشيسكا وبتسيب كاميلة وبتمشي وهي متضايقة وأول ما بترجع على بيتها بتكسر كل سور جزها وبتقلع دبلة الجواز اللي كانت لسه لبسيها وبترميها في الحمام وتاني يوم بنشوف فرانشيسكا مع سيزار المحامي بتاعها وساعتها بتقوله فرانشيسكا إن عندها فكرة ينصيب وعاوزة تنفذها فبيستغرب سيزار وبيسألها عن الفكرة وبتقوله فرانشيسكا إنها قررت تستغل جمالها وتعمل ينصيب هتكون هي الجايزة فيه فبيطلب منها سيزار إنها تشرح له الفكرة أكتر فبتقوله فرانشيسكا إن الينصيب هيكون سري وهيشترك فيه عشرين واحد بس من معرفهم وكل واحد فيهم هيشترك بقيمة مليون يورو لكن واحد بس هو اللي هيكسب الينصيب وفرانشيسكا هتاخد العشرين مليون وهتدي سيزار نسبة منهم لو قدر يجمع المشتركين وساعتها بيسألها سيزار عن المقابل اللي هيحصل عليه الفائز لو كسبه فبتقوله فرانشيسكا إنها هتكون معاه وتنفس كل طلباته لمدة أربع سنين وطول المدة مش هتطلب أي حاجة من الشخص ده وساعتها سيزار بيحذر فرانشيسكا إنه سمعتها هي وبنتها تتدمر لو عملت الفكرة اللي في دماغها لكن فرانشيسكا بتكون مصممة على الفكرة وبتقول لسيزار إنها ممكن تشوف حد تاني يساعدها وهتديله كمان نسبة أقل من اللي سيزار هياخدها لكن سيزار بيوافق على الفكرة وبيقولها إنه هيجمع كل الرهونات بنفسه وفي سرية تمة وتاني يوم بنشوف فرانشيسكا مع سيزار في عربيته وهم في طريقهم لحفلة علشان يقابلوا بعض الناس اللي هيشتركوا في اليوناصيب بتاعها وبعد ما بتوصل فرانشيسكا على الحفلة بتقابل أندريا اللي كان معجب بيها جدا اللي بيكون متحمس جدا لن يوناصيب وبيقول لفرانشيسكا إنه أول واحد هيسجل معيها وأثناء الحفلة فرانشيسكا بتاخد بالها إن فيه واحدة ست بتبص لها ومركزة معيها وبعد الحفلة بنشوف فرانشيسكا رجع مع سيزار اللي بيقول لها إنه جالهم زباين كتير جدا من الحفلة ومنهم الست اللي كانت بتبص على فرانشيسكا وبعد فترة بنشوف سيزار مع جزء من اللعيبة اللي هيشتركوا في اليوناصيب بتاع فرانشيسكا وبيقولوا كلهم قلقانين إن فرانشيسكا ممكن تزهق بعد ما تاخد الفلوس وتغير رأيها لكن سيزار بيطمنهم على حقهم وبيقول لهم إنه هوب نفسه هيضمن إن فرانشيسكا ما ترجعش في كلامها ده غير إن هي هتمدي على العقد بيكبرها إنها تكمل الأربع سنين وبعدها بنشوف فرانشيسكا وهي في عربيتها وبيبان عليها إنها قلقانة وحس إن هي تسرعت وبييجي تاني يوم وبنشوف فرانشيسكا في بيت حامتها وساعتها بتقول لها حامتها إنها سمعت عن موضوع اليوناصيب وبتقول لها إنها خايفة على سمعت حفيدتها علشان كده قررت إنها تاخد البنت من فرانشيسكا وتعيشها معيها في البيت لكن فرانشيسكا بتهزق حامتها وبتقول لها إن هي ما فكرتش تسأل عن حفيدتها من يوم وفاة باسيني حتى لما اضطروا إن هم يبيعوا أساس البيت بتاعهم علشان تقدر تاكل هي وبنتها وبتاخد بنتها وبتمشي وهي متضايقة وبييجي تاني يوم وبنشوف فرانشيسكا وهي رجع من بره على بيتها وأول ما بتدخل بتقابل بنتها جوليا اللي بتوري لمامتها هدية أخدتها من زملتها في المدرسة وبتكون الهدية عبارة عن لوحة مكتوب عليها كلمة اليوناصيب وده علشان يستفزوا فرانشيسكا ويضايقوها ولما بتسأل بنتها مين اللي اديها الهدية بتعرف إن صاحبتها سيرينة هي اللي بعثتها مع بنتها وتاني يوم بنشوف فرانشيسكا وهي بتوصل بنتها للحضانة وهناك بتقابل سيرينة صاحبتها وبيبان إن سيرينة متضايقة من فرانشيسكا لأنها عرفت إن جزها هيشارك في اليوناصيب بتاعها لكن فرانشيسكا بتتضايق وبتحلف لصاحبتها إن هي ما تعرفش إن جزها هيشترك في اليوناصيب وبتقول لها فرانشيسكا أنها هتروح له بنفسها وتمنعه لكن سرينة بتكون متعصبة وبتقول لفرانشيسكا أنها هتسرق جوزها زي ما سرقت جوز كارلا منها وبتمشي وبتسيبها وهي متضايقة وبعدها على طول بتروح فرانشيسكا للمكان اللي بيشتغل فيه جوز صاحبتها السرينة وبتطلب من السكرتيرا بتاعته أنها تقابله وفعلا بتقابله فرانشيسكا وبتطلب منه ينسحب من اليونصيب بتاعها لأنه جوز أقرب صاحبة ليها وفرانشيسكا كانت بتعتبره زي أخوها وبتترجع أنه ينسحب علشان جوزها اللي مات لأنه كان من أقرب أصحابه لكن جوز سرينة بيرفض أنه ينسحب وبيقول لها أن كل اللي سجله في اليونصيب كانوا أصحاب جوزها أصلا وبيمشي وبيسيب فرانشيسكا متضايقة وبييجي تاني يوم وبنشوف فرانشيسكا وهي بتجهز علشان تروح لحفلة وبالليل بتوصل فرانشيسكا على الحفلة وبتتفاجئ أن كميلة عشيئة جوزها موجودة في نفس الحفلة لحد ما كميلة بتروح لفرانشيسكا بنفسها وبتقول لها أنها اشتركت في اليونصيب بتاعها وقريب قوي فرانشيسكا هتكون تحت أمرها وبتمشي كميلة وبتسيبها وهي في حالة صدمة قدام الناس وبعدها على طول بتروح فرانشيسكا لبيت سيزار المحامي وبتقول له أنها عاوزة ترجع لكل المشتركين فلوسهم وتلغي اليونصيب كله وبتقول له كمان أن هي كانت غبية وما كانتش تعرف أنها هتضمر حياتها بالشكل ده لكن سيزار بيقول لها أنهم ماينفعش يرجعوا في كلامهم لأن خلاص المشتركين قربوا يكملوا ده غير أن كل اللي قدموا في المسابقة رجال أعمال وأغنية ومش هيسيبوا فرانشيسكا في حالها لو رجعت في كلامها وساعتها بيقول لها سيزار أنه عنده فكرة أحسن وهي أن سيزار يشترك في اليونصيب مع بيء اللعيبة ولما ييجوا اليوم لصحب هيخله سيزار هو اللي يفوس باليونصيب وده لأن فرانشيسكا عرف سيزار كويس وعرف أنه عمره ما هيئذيها وساعتها بيقرب منها سيزار وبيقول لها أنه معجب بيها من زمانه بيحبها وبتصدق فرانشيسكا كلامه وبتكرر تنفذ الخطة بتاعته وبتقرب منه علشان تبوسه لحد ما فجأة بتظهر واحدة تانية في بيت سيزار وبيبان أنه كان معاه واحدة في القوضة وساعتها بتتدايق فرانشيسكا وبتفهم أن سيزار كان بيدحك عليها وبتسيبه وبتمشي وهي متضايقة وتاني يوم بنشوف فرانشيسكا خارجة بالعربية مع بنتها لحد ما فجأة بيظهر قدامها واحد على الطريق وبتغبطه فرانشيسكا وهي مش واخدة بالها وساعتها بتخيف فرانشيسكا وبتنزل علشان تفوقه لكنها بتشوف أنه بينزف وبتكرر تاخده معاها على البيت علشان تعالجه وبعدها بننتقل لبيت فرانشيسكا وبنشوفها وهي بتعالج الشخص اللي خبطته بعد ما فاء واللي بيكون منبهر بجمال فرانشيسكا وبيقول لها أنه تعبان جدا ومش قادر يتحرك وساعتها فرانشيسكا بتطلب من الشغالة بتاعتها أنها توصل بنتها جوليا للحضارة بنفسها لأنها لازم تعتني بالشخص اللي خبطته وبعد شوية بترجع الشغالة على البيت لكنها ما بتلاقيش أي حد موجود وبعدها بننتقل لفرانشيسكا اللي بتكون لسه مع أنتونيو وبتعرف منه أنه كان بيشتغل مهرك في السيرك وأنه شخص فقير ومحدود الدخل لكن مع ذلك بيباني أن فرانشيسكا معجبة بيه وبشخصيته وبعد شوية بنشوفها وهي بتودع أنتونيو تحت بيتها علشان تطلع لكن ساعتها أنتونيو بيرفض أنه يسيبها وبيقول لفرانشيسكا أنه هو بيحبها ومش قادر يبعد عنها لكن فرانشيسكا بتقوله أنه عندها معاد على العشا وما ينفعش تتأخر عليه وبتمشي وبتسيب أنتونيو وبترفض حتى أنها تديله رقمها علشان يكلمها وبعدها بنشوف فرانشيسكا وهي بتجهز علشان تروح للعشا وبيكون باين أنها بتفكر في أنتونيو لكنها بتخاف أنه يعرف موضوع اليونسيب وساعتها هتقل من نظره لأنه هيعرف أنها بتبيع نفسها مقابل الفلوس وبننتيل بعدها للمطعم وبنشوف فرانشيسكا وهي مع أندريا وبيقول لها أندريا أنه كان نفسه جدا يشترك في اليونسيب لكنه مش هيقدر علشان خايف على سمعته وده لأنه عطوا في مجلس الشعب وممكن يتردوه منه وبيحاول أندريا أنه يصالح فرانشيسكا لكنه بيتفاجئ بشخص غريب في الترابيزة اللي جنبه وبيبدأ يتكلم مع أندريا وبيكون الشخص ده هو أنتونيو وبيقول لأندريا أنه يعرف فرانشيسكا كويس وأنهم بيحبوا بعد من زمان وساعتها بيقوم أنتونيو وبيقعد معاهم على نفس الترابيزة وبيكون أندريا مش فاهم حاجة وبيفضل يسأل فرانشيسكا مين الشخص ده وساعتها بتحكيله فرانشيسكا أنها خبطته بالعربية بتاعتها لصبح ومن ساعتها وهي مش عارفة تتخلص منه لكن أنتونيو بيكون مصمم على كلامه وبيقول لأندريا أنه هو وفرانشيسكا بيحبوا بعض وساعتها بيتعصى بأندريا وبيقوم من مكانه لكن فرانشيسكا بتتدايق من طهقته وبترفض أنها تقوم مع أندريا قدام المطعم كله وساعتها بيشمد في أنتونيو وبيقول لأندريا أن فرانشيسكا مش بتطيقه لحد ما أندريا بيتعصب وبيشد أنتونيو على برة علشان رجالته يضربوه وبعدها بتقوم فرانشيسكا علشان تلحق أنتونيو لكنها بتتفاجئ أنه مضروب ومرمي على الأرض وساعتها بتحاول فرانشيسكا أنها تساعده وتقومه لكن أنتونيو بيفضل يقولها أنه بيحبها ومستعد يتحمل أي حاجة علشانها وبعدها بنشوف أنتونيو وهو بيوصل فرانشيسكا عند بيتها وقبل ما فرانشيسكا تطلع وتسيبه بيفضل أنتونيو يقول لها أنه بيحبها وكمان عاوز يتجاوزها لكن فرانشيسكا بترفض أنها تسمعه وبتقول لأنطونيو أنها مش هتقدر تشوفه من تاني وبييجي تاني يوم وبنشوف فرانشيسكا مع سيزار المحامي في عربيته وبيقول لها سيزار أن العشرين لاعب اكتملوا وأنه أخذ من كل لاعب المليون يورو زي ما اتفقوا وبيبلغها أن معادل يناصيب يوم السبت اللي جاي وبعدها بترجع فرانشيسكا على بيتها وهي حزينة لكنها لما بتدخل بتتفاجئ أن أنطونيو موجود في بيتها وقاعد يلعب مع بنتها كمان وساعتها بتفرح فرانشيسكا وبتكرر تقضي مع أنطونيو ليلة أخيرة قبل ما عادل يناصيب وبعدها بننتقل لفرانشيسكا وهي في بيت أنطونيو وبتنزل من بدري قبل ما أنطونيو يصحى ويشوفها لكنه بيصحى فجأة وبيسأل فرانشيسكا إمتى هيقدر يشوفها من تاني لكن فرانشيسكا بتقوله أن دي آخر مرة هيشوفها في حياته لكن أنطونيو بيفاجئها وبيقول لها أنهم ممكن يتقابلوا كمان أربع سنين وساعتها بتتصدم فرانشيسكا أنه عارف بموضوع اليوناصيب وبتسأل أنطونيو هو عارف إزاي ومن إمتى فبيقول لها أنطونيو أن الموضوع منتشر في المدينة كلها لكنه مرضيش يحكي لها لأنه بيحبها ومش عاوز يجرحها وساعتها بتقوله فرانشيسكا أنها ممكن تهرب معاه وتسيب كل الفلوس وما تكملش اليوناصيب لكن أنطونيو ساعتها بيقول لها أنها هتكون غبية لو سيبت كل الفلوس ومشيت وبيقول لها أنهم ممكن يتقابلوا في السر لمدة أربع سنين وأول ما المدة تخلص هيقدر يكونوا مع بعض ومعاهم عشرين مليون وساعتها فرانشيسكا بتفهم أن أنطونيو كان عارف بموضوع اليوناصيب من الأول علشان كده رمى نفسه قدام عربيتها ومثل عليها أنه هو بيحبها وبتهزقه فرانشيسكا وبتسيبه وبتخرج وبعدها بننتقل لمكتب سيزار المحامي وبنشوف البوليس في مكتبه وهم بيفتشوه وبيقول الزابط لسيزار أن فيه شخص مجهول قدم بلاخ ضده لأنه هينظم يا نصيب سري وهياخد منه عمولة كبيرة نفسه لكن سيزار بينكر وبيقول للزابط أن الكلام ده مش حقيقي لكن الزابط بيكمل وبيقوله أنها تتوجه له تهمة الدعارة وكمان السمسرة واحتمال كبير مكتبه يتقفل وده بعد ما لقوا الشيكات باسم فرانشيسكا موجودة في خزنة سيزار اللي في البنك وده بيثبت أن الانصيب هيتم فعلا وبعدها بننتقل لفرانشيسكا وبنشوفها وهي رايحة للإسم مع محامي تابع السيزار بعد ما البوليس طلبها للتحقيق وبعدها بيبدأ التحقيق مع فرانشيسكا وبيقول لها الزابط أنهم لقوا 19 شيك باسمها بقيمة 19 مليون وبيسألها لو فعلا كانوا نويين يعملوا ينصيب سري هي وسيزار المحامي وساعتها بتقوله فرانشيسكا أنه فعلا كان فيه ينصيب وكان سيزار المسؤول عنه وساعتها بيستغرب الزابط أنها اعترفت على نفسها لكن فرانشيسكا بتقوله أنه كان ينصيب تبرعات مش أكتر وبتحكي له فرانشيسكا أن أصحاب جزها الأغنية كانوا حابين يقدموا مساعدة ليها والبنتها علشان كده عملوا موضوع الينصيب علشان يقدروا يساعدوا فرانشيسكا من غير ما يجرحوها فبيسألها الزابط هما ليه عملوه في السر طالما لصاحب كان غرضوا لصدقة مش أكتر فبتقوله فرانشيسكا أنها محبتش الموضوع يتعرف علشان كرمتها هي وبنتها قدام المجتمع لكن ساعتها بيقول لها الزابط أن أي ينصيب لازم يكون له جايزة وبيسألها عن الجايزة اللي هتتقدم للشخص اللي هيفوز بالينصيب فبتقوله فرانشيسكا أن الجايزة هي الياخت بتاع سيزار اللي فرانشيسكا بعتوله وساعتها بيقتنع الزابط بكلامها وبيصدق أن الينصيب كان غرض وخيري فعلا وبعد فترة بنشوف فرانشيسكا وهي بتتجوز أنتونيو وبنشوف كل المشتركين بتوع الينصيب وهما بيحضروا فرحها وبيقولهم سيزار المحامي أن فرانشيسكا أخدت كل الفلوس من المحكمة لأن كل الشيكات كانت بإسمها هي وفي النهاية بتقدر فرانشيسكا تاخد 19 مليون لوحدها من غير ما تضطر أنها تبيع نفسها وبس كده خلس الفيلم